أعاد لبنان تفعيل الإجراءات الخاصة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية بعد عام على أعلان أول إصابة به منعت هذه القرارات التجول ليلاً وحدت آيات العمل والتنقل وألزمت جميع المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في الأماكن العامة تأتي حزمة القرارات لتزيد تعقيدات حياة اللاجئين السوريين في أرسال حيث أغلقت بلديتها مخيمي بنيان القلمون ومساكن القلمون في منطقة وراء الجفر بعد اكتشاف 16 إصابة بفيروس كورونا الشهر الفائت في حين ناشد فارق صوت اللاجئ السوري في لبنان مفوضية اللاجئين للإسراع بتقديم وتسهيل المساعدات والاحتياجات من مواد التدفئة والأدوية التي تعاني نقصاً حاداً وثمناً مرتفعاً إضافة إلى المواد الغذائية الأساسية خاصة مع انتشار الفيروس بشكل كبير بين مخيمات اللاجئين السوريين حسب نتائج المسح الذي أجرته خالية إدارة أزمة الكوارث في مع الباك وأوضح الفريق أن 20 مخيماً فقط تلقوا مساعدات هذا العام من أصل 150 بينما تمت مساعدات المصابين بفيروس كورونا فقط في المخيمات التي تم حجها صحياً ولم تقدم أي مساعدات للمتضررين من هذا الحجر في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من 65 ألف لاجئ سوري في عرسال متوزعين على 150 مخيماً تتكرر المناشدات الإنسانية كل عام خاصة في الشتاء حين تحاصر الثلوج اللاجئين وتعزيلهم عن العالم فهل تتحرك الجهات المعنية لمساعدتهم الآن قبل أن يفتك بهم السقيع أو كورونا؟